عندنا في اللغة العربية أو في الأمثال العربية في مقولة مشهورة لكل مقام المقال ودي معناها أن كل مكان بيتقلوا خطاب معين أو سردية معينة وما معناه في عندنا في النمط أو السردية العربية في المثل ده ما معناه أن في حاجات ينفع تقولها في مواقف وما ينفعش تقولها في مواقف تانية وهي دي بالزبط فكرة الpolitical correctness وكانت تفرق عنها في بعض التفاصيل خصوصا من السياق الحضاري اللي هي ظهرت فيه في الأساس كتعبير سياسي اجتماعي لحد وقتنا الحالي اللي معناها اتغير فيه يعني في العصر الحديث الpolitical correctness أو الصوابية السياسية أو الخطاب اللي الشخص أو الأفراد بيتكلموه ويكون مناسب مع السياسة بتاعة الدولة أو المجتمع أو الحزب اللي هم بيتكلموا فيه الفكرة دي ظهرت في الدول القمعية في تلاتينات واربعنات القرن العشرين في الدول الخطاب فيها كان عليه حساب كل كلمة عليها حساب انت بتقول ايه؟ أصدق ايه؟ زي مثلا في الاتحاد السوفيتي أو في ألمانيا النازية أو في إيطاليا الفاشية ودي معناها ان انت ما تيجي كسياسي أو شخصية عامة لما تيجي تتكلم لازم تحافظ على political correctness في تعبيرات معينة لازم تحافظ وتاخد بالك وانت بتنطأها يعني ما تتكلمش في موضوع من غير ما تاخد بالك من رقم واحد السياق والمكان والمعاني بتاعت كلامك علشان ما تزعلش أسياد اللي هما النقب عن الناس اللي في السلطة يعني ما تتكلمش بخطاب اللي في السلطة هيفهم منك أنك بتهدمه أو مش عاجبه اللي بيحصل فبقى فيه نوع من الخطاب زي ايه؟ الدباجة اللي الشخص لازم يتكلم بيها علشان يتشاف أنه هو مواطن صالح أو سياسي صالح أو شخص كويس في المجتمع دي كانت البداية بتاع التعريف political correctness طبعا حاجة مش كويسة على حاجة لكن بمرور وقت بقى بعد انهيار الأنزمة دي أو استمرارها يعني في بعض الأماكن التعبير ده تم استعارته في الغرب خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأوا في استعارته هم اليساريين أو الليبراليين اليساريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا بيستخدموها كنوع من السخرية من نفسهم أو بمعنى أصح يعني للسخرية من أعضاء الحزب بتاعهم أو المجتمع اليساري بتاعهم اللي كانوا متزمتين في الحفاظ على المبادئ أو الأفكار وبيعملوها بطريقة مقدسة فكان الناس اللي يعني عندهم نوع من المرونة أكتر في تناول المواضيع كانوا بيتريقوا على زميلهم وبيسموهم politically correct أي يعني عندهم صوابية سياسية أن هم لا يعني متشددين ومتزمتين أن هم لازم يحفظوا على التعبيرات وعلى التعريفات زي ما مكتوبة في الكتاب سواء زي ما كانت بينها مثلا الأبطال مثلا بتوعي الحركة الـ أو مثلا أبطال ليبراليين أو يساريين أن هم لازم يحفظوا على نفس التعريف بتاعهم فاليسار هو كان أول حد يستخدم التعبير ده للسخرية من نفسه أو يعني الجناح الأكثر مرونة بيتريق على الجناح الأكثر تشدد وطبعا على طول مين بقى إعطنق الجملة دي وبقى يسلخ بيها الجناح الليبرالي في السياسة الأمريكية هم طبعا المحافظين وطبيعي بمرور الوقت بعد السبعينات وصولا للعصر اللي احنا فيه دلوقتي المحافظين طبعا بيقبوا معه الحزب الجمهوري والليبراليين بيبقوا أكتر مع الحزب الدموقراطي وخلي بالك أنا أقول إيه من آخر الستينات لغاية دلوقتي عشان قبل كده كانت الدنيا ملغباطة شوية إيه يعني الحزب الدموقراطي ما كانش بالشكل أنتوا تعرفوا دلوقتي ولا الحزب الجمهوري كانوا مختلفين شوية لكن دي نسيبها الحلقة تانية ممكن بنتكلم فيها بعدين المهم بقى دلوقتي مشهور في الطيارات المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من مفكري وأعضاء الحزب الجمهوري إن هما ما يحبوا يهجموا الأصوات الليبرالية الحديثة الأصوات الحقوقية الحديثة يقولوا إن الأشخاص دول بيحربوا حرية المجتمع عبر فرض تعريفات وقوانين هما شايفينها الأصح للعملية السياسية أو الثقافية المورال الأخلاقية الصحيحة وبيعتبروا إن نظرتهم وإملائتهم دي نوع من الرقابة على حرية الرأي طيب يعني ندي مثلا بعض الأمثلة يعني مشهور إن الحضارة الغربية عموما بتدي حرية التعبير والتعبير عن النفس وعن وصف النفس وعن الحرية للأشخاص في المطلق فلما ييجي بعض الأشخاص يقولوا مثلا إن إحنا عندنا يعني تعريف مختلف لهويتنا سواء هو شكلهم مثلا ذكور يقول لأ إحنا حاسين إن إحنا مثلا لأم الزكور إناث أو الإناث يحسوا إنهما ذكور أو يكون عندهم نوع من اللغبطة بخصوص هويتهم الجنسية ويطلب منك مثلا إن أنت تسميه مدالهي تسميه شيء أو ذي اللي هو إيه؟ pronoun أو ضمير مبهم أو طبعا حقوق مثلا زواج المثليين أو الترانسكشوال وغيرها دي كلها طبعا بيتم هجومها الحقوق دي جوه المجتمع الأمريكي من المحافظين يعني مثلا يجي حد من المحافظين حد من الترانسكشوال يقول مثلا أنا مش راجل أنا ست عاوزة يتقل شيء وهو راجل بشنبات ودأن وطويل حيطة فيجي حد من المجتمع المحافظين يقول لأ أنت مش من حقك إنك تفرض علي أنا شايفك إيه أنا شايفك هي وهقولك هي ومش أقولك ذي أنت مش عدد من الناس هو أنت شخص واحد وقولك لأ أنت إزاي تعمل كده؟ أنت كده بتيجي على حقي وكونك إن أنت بتجرح مشاعري يقبأ أنت شخص وحش والدفاع عن حقوق الأشخاص اللي يعني بيوصفوا نفسهم بصفات مختلفة سواء جندرية أو علاقات جنسية أو غيرها في بقى في ناس بيدافوا عنهم بقوة كان بداية الحركة موجودة وسط الأمريكيين لأصول أفريقية وكان ليهم تعبير اسمه ووك ووك أي صاحي مساح صح مساح صح ضد أي تمييز ضد الأمريكيين من أصول أفريقية فالتعبير ده وكلمة ووك دي كانوا بيستخدموها لفرض نفسهم والمحاربة ضد أي عنصرية هما شايفينها ضدهم فبدأ الناس أنصار الحركات الجندرية المختلفة اللي شايفيني من حقوقهم إن هما يطلقوا عن نفسهم أي جندر هما عاوزينه وإن قبلهم حقوق زي ما هما عاوزيني مثلا راجل وهو شايف من نفسه لو هو ترانسيكشوال يعني وشايف إنه هو ست يقولك لأ أنا شايف نفس ست وهدخل الحمامات بتاعت الستات وهدخل في المسابقات الرياضية بتاعت الستات ولو أنت حرمتني من الحاجات دي يبقى أنت جاي على حقوقي فالناس اللي بياخدوا السياسة والنظرة دي بياخدوها بنفس القوة والحماسة بتاعت الناس اللي هما كانوا ووك اللي هما ووك اللي هي الـ W-O-K-E اللي هي زي ما قلنا كده مسح صح أو صاح نفس النبرة ونفس الحماسة ونفس بتاعت الحملة أو الجيل بتوع الناس اللي من أصول أفريقية وبقوا بيحاولوا يفردوا نظرتهم دي على المجتمع على أساس إن انت لو رفضت النظرة دي إبن انت بتيجي على حقوق الأقليات دي سواء الأرقية أو الجندرية ومن ناحية التانية المحافظين بيقولك إيه دا انت عاوز تفرد سياق معين من الحوارة عن ليه ليه ليعاوز الـ Politically Correct Narrative أو السردية اللي انت شايفها أخلاقياً وسياسياً هي الأفضل عاوز تفردها عليها دا نوع من الرقابة وعشان كده نلاقي جوا المجتمع الأمريكي من أواخر العقد الأول من القرن الـ 21 اللي هي أواخر 2008-2009 خصوصاً بعد ظهور باراك أوباما وإعطاءه زخم جامد جداً لحقوق الأقليات طبعاً مع قرارات المحكمة الدسترية الأمريكية بإعطاء حق الزواج للمثلين كل دا إدى نوع من الزخم والقوة للناس اللي برالين اللي مع الحوار أو السردية Political Correct وده عمل نوع من الردة عند الناس التانين والناس التانين دول بمرور الوقت ما بقوش بس مجرد الناس المحافظين أو المتدينين أو الحزب الجمهوري بس دا مع مرور الوقت بدأ ينضم لهم ناس من أعضاء ومن حلفاء الحزب الديمقراطي عشان بدأ يستفزهم القوة والإصرار اللي الجماعة الـ Walk دول أو Political Correct دول عاوزين يفرضوا آراءهم عليهم يعني لهم يا جماعة يعني إحنا برضو حضرين وفقفين في مناظر معينة ومعتقدات معينة إحنا مؤمنين بيها شكل معين مثلا للعيلة العيلة اللي هو راجل وستة وولاد فما تتحولش أن انت تتبرني أن العيلة هتقبقى راجل وراجل وولاد أو ستة وستة وولاد ما تتتبرنيش على أنها لازم أعتقد أن دي فاملي زي الفاملي التاني أو الأنقح ما تتنعنيش أن راجل بشنبات يقول لنا ستة وعاوز يدخل حمام في ستات أو يخش أو تخش يعني حسب الجندر اللي هو عاوزه في مسابقات فيها ستات إزاي عاوز تتبرني على حاجة تناقض المنطق اللي أنا عايش فيه بقال سنين عمري كلها واللي أنا لسه معتقد بيها وعاوز تتبرني أن أنا يقتنع بيها يفضل قاعد ساكت خرصان ما تكلمش فده شيء خلى ناس جوه الحزب الدموكورتزة نفسهم يتمردوا وإن تمردهم ده مش مجارب بقى تمرد فقافي لا بيقدي كمان أن هو يكون تمرد كمان سياسي بيقدي لكده بعد كده يعني هتلاقي أن فيه ناس من الحزب الدموكوراتي رغم أن هما تاريخيا هما وعائلاتهم بيسوطوا الحزب الدموكوراتي لا بقى يستفزوهم المرشحين اللي في دوائرهم اللي بيعطنقوا الحوار ده أو السردية دي ويبعد عنهم إما ما يرشحهمش أو ممكن في أحوال أخرى يرشحوا المرشح بتاع الحزب الجمهوري عشان كلامه بالنسبة لهم هو اللي بقى ليه منطق دلوقتي التنين بقى تنظرتهم متطرفة برضو من السرديات بتاعت ما يطلق عليهم دلوقتي الحكاية بتاعته حكاية أن الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على العنصرية جزء منها جزء يعني أساسي من الحضارة الأمريكية الأساسية ولازم الولايات المتحدة الأمريكية الحديثة تتخلص من المرافضة لازم الأمريكان البيض ونسلهم يعترفوا بمظلومية الأقليات خصوصا طبعا المنصر الأفريقية ويتم تعوضهم أخلاقيا بل وماديا كمان عشان يتم سد الفجوة المادية والثقافية والتعليمية ما بين العرقيتين وكمان عشان تعوضهم فده طبعا عامل رده فعل قوي وعنيف مش بس المحافظين عند كل البيض يقولك يعني أنا أقبى مسؤول عن حاجة عملها جدي من خمسين ولا مئة سنة طب يا سيدي هو غلطان عاوزني أفضل دايما نقولك أنه هو غلطان وأن أبناء على كده غلطان وأن أولادي دايما نحسوا بالزنب أن إحنا ناس شياطين ولاد شياطين يعني لأ أنا مش هعترف بالكلام ده خلاص سيتكتب في كتب التاريخ إنما ما تكتبها ليش في في مناهج المدرسة ما تكبرش ولادي إن هم يتعلموا كده إن هم يحسوا دايما بالزنب مدام أنا لون أبيض ما تحسسنش بالكلام ده يا طبعا المواضيع ما تقبلش مكتوبة كده بالزبط والتعديلات اللي كانت عاوزة تتم في كتب المدارس اللي كان فيه نوع من رد الفعل عنيف جدا ضدها في ولايات كتير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة طبعا الموضوع ده وقف عشان الأباء سواء من الخلفيات المحافظة أو غيرها يعني وقفوا للتغييرات اللي كانت تتم في المناهج اللي كان جزء كبير منها زي ما بنقول شيطانة أو القاء المسئولية على الأوروبيين أو الأمريكان اللي بنقصوا الأوروبية عن اضطهاد السود طول تاريخ الوقت المتحدة الأمريكية بالذات في أول قرن ونص لكن زي ما احنا شايفين كده من اللي أنا اتكلمت في الغاية دلوقتي إن اللي استخدم كلمة political correct هم أكتر الناس اللي من الحزب الجمهوري أو الناس المحافظين عبر العالم يعني عشان نفس الكلام ده بيتم استخدمه عبر العالم من الناس المحافظين أو من الطيار السائد باتجاه الناس اللي خطابهم لبرالي أكتر بس أي نظرة تخليك تقول لا ده الخطاب ده ممكن يتم استخدمه بالعكس يعني ممكن الليبراليين يستخدموا كلمة political correct ضد الجناح الآخر يا بس لزقت فيهم مش أكتر يعني مثلا لم حد يتكلم مثلا من الجمهوريين ويحافظ على الخط الترامبي إن هو ما يهاجمش ترامب طب ما هو كده political correct عشان عارف إن كتير من الناخبين الجمهوريين بيحبوا ترامب والخطاب الشعباء وبتاعهم فكون إن المحافظ السياسي المحافظ ما يهاجمش ترامب أو ما يهاجمش الدين حتى لو هو ملحد يعني ممكن يكون هو Republican ملحد بس يمكن يهاجم المتدينين أو المحافظين وممكن يكون هو ذات نفسه مثل أو اسود لكنه يمكن إيه يهاجم التاريخ العنصري اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ولا السياق الديني اللي بيرفض المثليين أو ترامب وقت بيعه ربما هو يكون ضدهم بس أهو ليه إنت بيهاجمش الناس دي عشان إيه؟ عشان political correctness عشان الصوابية السياسية عشان ما تفقدش الأنصار دي عشان تقدر تتكلم وسط المحيط ده عشان إنت مشترك معاه في حاجات تانية والأسف فكرة political correctness دي عشان بيتم استخدامها كوسيلة لكتم الأصوات المعارضة للأسف في ناس نصابين أو محتلين بيجوا يستخدموا كلمة political correctness دي عشان يدفعوا عن أرأهم الشزة والغريبة والخطيرة يعني مثلا حركات الـ anti-vaxxers اللي هي المضادين أو المهاجمين لحاملات التطعيم يعود يجيب لك أراء علمية غير سديدة أو شزة أو يطلعوا يعني الـ exceptions الموجودة في الدرسات العلمية ويستخدمها كتوطئة لنظرياته اللي بتقول مثلا أن التطعامات دي خطر بتموت العيال بتصبهم بالعقم ولما في حد يطلع يقول لهم يا جماعة اللي انتو بتقولوا ده ده ضد الرأي السائد أو الأساسي أو المعتمد في المؤسسات الطبية يقول لك إيه ده انت عاوزنا تكلم بها politically correct انت بتقهرني بالpolitical correctness انت ليه عاوزني أمشي زي الجموع الكبير لا ما أنا ليه رأي أنا ليه حريتي أو ان حد يطلع زي مثلا زي أو أو غيرهم اللي يطلعوا لك نظريات مؤمرة يعني غاية في الشزوز والغرابة وكسس خرافية ونظريات مؤمرة مذهلة ولما يجي حد يهاجمهم يقول لهم الكلام تقولوا ده كلام غير منطقي يقولوا له انت ليه عاوزنا برضو نتكلم زي السياق العام اللي بتحرمني من حريتي في التعبير اللي عاوزنا كون politically correct لكن بقى فعلا أحيانا الpolitical correctness دي بيتم استخدامها بطريقة تلوي المنطق تخليك تكسفك من نفسك رغم أن هي سرديا تبان صح لكنها وقعيا وبديهيا يبان عوارها على طول ولعل أشهر حملة دلوقتي دايرة في الولايات المتحدة الأمريكية هي بخصوص ترشح جون فيترمان اللي هو نائب حاكم بنسلفينيا ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكية في الدورة النصفية اللي هي بعد قلة من شهر جون فيترمان ده يعني سياسي ديمقراطي يعني قديم يعني باع كبير في السياسة الأمريكية ده كله عادي جدا وهو اللي كسب الترشيح بتاع الحزب الديمقراطي بتاعه عشان هو اللي يدخل ضد مرشح الحزب الجمهوري واللي هو راجل ميديا ستار كبير أو اللي هو دكتور ميمة أوز أو محمد أوز ده من أصول تركيا وليه برنامج مشهور بقاله سنين طويلة جدا المهم الراجل جون فيترمان ده جات له ستروك جات له جلطة دماغية من كم شهر والراجل بعد الجلطة الدماغية دي لما بدأ يفوق منها أثرت في جزء من الدماغ يعني أمرتش تقارير كتير عنها يعني واضح عشان الحفاظ على أو احترام خصوصية الموضوع بالنسبة لجون فيترمان واضح أن هي أثرت على التوصيلات الدماغية المختصة بسماع عنده أو بترجمة أو فك شفرة الصوت يعني أنت أما أجد أكلمك دلوقتي في المخ البشري فيه آلاف المراكز كل مركز ليه علاقة بشغلانة معينة مجموعة من الخلايا العصبية بتبقى مختصة بشغلانة صغيرة جدا والشغلانة دي مع الشغلانة التانية بيعملوا وظيفة أكبر فهو الراجل الجزء بتاعه بتاع فك شفرة أصوات الناس اللي بتتكلم الجزء من المخ اللي بيفك الشفرة دي متأثر الراجل ما بيقدرش لما الناس تكلموا يقدروا يفهموا الكلام اللي بيتابعوا البوكاست من الدكاترة هيقولوا على طول فيرنيكس إيريا لا هي مش الفيرنيكس إيريا واضح أن هي حتة تانية ليه؟ عشان حتة اللي أقولها بعد كده الراجل هو بيتعافى من الستروك اللي جات له دي والدكاترة بيحاولوا يشوفوه يعني يعني الراجل السياسي كبير وداخل الانتخابات ونائب الحاكم فلقوا أن الراجل الجزء بقى من دماغه اللي بيقرأ يقدر يفهم الكلمات بسهولة يعني هو لما يجي يقرأ كتاب أو كلمات قدامه بيفهمها بمنتهى الأريحي الأجزاء اللي بالمخ اللي ليها علاقة بالبروسيسينج بتاع الكلام المكتوب عنده شغالة كويس جداً إنما اللي بيسمعه مش شغالة كويس هو الراجل قاعد قدام الناس واعي وفهم وكل حاجة زي الفول فرحهم عملوله حل زكي جداً وطبع إحنا في عصر التكنولوجيا الحديثة والAI القوي عملوله برنامج زي البرامج الموجودة على كل موبايلاتنا والتابلس بتاعتنا زي سيري وجوجل أسستن أنت بتتكلم يتعمل لك Live Transcription أو Live Captioning أنت تتكلم والكلام يكتب قدامك فبقى الراجل يمسك الموبايل بتاعه أو الكمبيوتر بتاعه أو أي أن كان ويمسكه قدامه ويعمل Live Captioning حد يتكلم اللي بيتكلم كل كل كلام اللي بيقوله بيتكتب قدامه على الشاشة فهو يقدر يقرأ فيفهم اللي قدامه ده بيقول إيه طيب هل الموضوع ده خلاص permanent وإلى الأبد غالباً لأ إن شاء الله ربنا يعني يا عفيه والراجل يفوق من الموضوع ده بس حتى الآن فعلاً الراجل عنده إعاقة من هو يفهم بسهولة الكلام اللي بتاعه يعني هو بيسمع يعني ما عندهش مشكلة في السمع لكن مخه ما بيقدرش يفك شفرة الأصوات اللي بيسمعها فإيه اللي حصل قناة من قناة التلفزيون الأمريكية بعتت المراسلة بتاعتها أو الموضيع بتاعتها وعملت حوار مع الراجل ده فهو قاعد على مكتبه قدامه الكمبيوتر المات بتاعه وهي بتكلمه من وراء الكمبيوتر وبتكلم وهو احنا بقى شايفين الكلام ده كله على الشاشة في الفيديو يعني هي بتسأله أسئلة وهو يبص لها وباني يبص على الكلام اللي بيحصل له live captioning بيكتب الترانسكريبشن بتاعه كلمة كلمة فيفهمه وباني يبص لها ويكلمها ويرد عليها وإحنا شايفين على الكاميرا طبعاً الكلام يعني إيه غريب وشكله غريب وهي الموزيع بتبدي دهشتها المشكلة بقى اللي أمريكا كلها اتقلبت عليها إيه هي إن الموزيع دي وهي بتتكلم مع زميلها بقى في القناة مقدم الأخبار أو أيا كان أو التوك شو فقالت له والله الراجل قبل ما نتكلم معه بالكامشنينج ما كانش فاهم حاجة تقريباً ومافهمش غير بالكامشنينج ده فراحت الدنيا بقى في أمريكا اتقلبت اللي هو إيه ده ده الموزيع دي بتتطاهد السياسي ده اللي هو جون فيترمن وإيه بتتكى على الديسابيلتي بتاعته على الإعاقة اللي عنده إن الست دي بتتنمر على إعاقته طب ليه ليه الهيسة دي كلها حصلت عشان حاجتين أول حاجة وأهم حاجة إن دي طبعاً نقطة ضعفة قوية الناس اللي في الناحية التانية من الحزب الجمهوري اللي هو طبعاً دكتور ميمة قز وكل الناس اللي معاه بيقولوا بالآخر الراجل ده غير كف إن هو يكون ممثل الولاية في السينت هي بقاعدة زي في السينت والناس بتتكلم هو مش فهم اللي هو بيقوله هو طبعاً جون فيترمن في حوار مع الموزيع قال لا معنى التكنولوجيا موجودة ومعايا التابلت أو الموبايل وأقدر أشوف الكلام وأقدر أرده وكل حاجة في حين إن مما تقوز والكل بقى الناس المعارضين ضده بيتكلموا يقولك لا يا سيدي الراجل ده جات له جلطة ولسه ما تعفاش منها والدليل اللي هو العاقة اللي موجودة عنده خلاص فير؟ لا مش فير الناس بقى اللي تابع جون فيترمن والناس اليسارين الـ بوليتيك الي كوريكت بقولك ده تنمر على جون فيترمن وده نوع من التنمر على كل متحدي الإعاقة وإيه يعني إن الراجل عنده مشكلة زي كده طب ما تستحملوه ما تقبلوه أنتوا نسيين إن كان عندنا فيه رئيس بيعود على كرسي عجل اللي هو طبعاً روزفلد وإن كان طبعاً كان طول الوقت روزفلد ميدي يعني إيه تعليمات للناس بتوعه وعمل زي عهد بينه وبين الصحافة إنه هو ما يتصورش ولا مرة وإنه هو على كرسي عجل ولا إن الكلام ده يطلع لإعلام هو طبعاً كان عنده شلل نتيجة البوليو اللي هو شلل الأطفال فالناس اللي هوا بقى بيدفعوا عن جون فيترمن بولو انتوا نسيين ما كان عندنا فيه رئيس معوق قاعدة على كرسي عجل وفيه عندنا دلوقتي كذا ممثل مهم للمجال السينيابية عندنا أو في السنت برضو قاعدين على كرسي عجل منهم واحدة شهيرة جداً في الحزب الديموقراطي كانت في القوات المسلحة الأمريكية وانفجر فيها لغم أو حصلت لحد سامشفاكر وعندها إعاقات بلغة جداً لكنها ممثلة قوية جداً في المجال السينيابية الأمريكية وكان بيفكر جو بايدن في وقت من الوقت أن يخليها النائبة بتاعته كمان لكن بقى خلينا بقى نقف سنة عند الحتة دي هل يطرى فعلاً الناس اللي بيهجموه عندهم حق ولا ما عندهمش حق طبعاً نقطة ايه أول حاجة أن ده علام السياسة والسياسة في المجتمعات الديموقراطية المفتوحة الناس كلها بتتكلم براحتها وهنا النقطة على حكاية أن الرجل ده كان جات له ستروك أو جات له لها جلطة دماغية أثرت على بعض خلامه فيها جزء من الحق يعنيها مقول مثلاً أن فيه فرق ما بين أن يجي لي أعاقة جسدية إيدي تتشل ولا رجل تتشل فرق كبير بينها وبين أنه جزء من المخ هو اللي يتشل جزء من المخ اللي ليه علاقة بالتفكير هيجي طبعاً الناس يقول لك لأ ده دكاترة بتوعه قاله هي الحتة دي بس المتأثرة يعني فيه جزء يعني أنا مش عاوز أزلم الراجل الله يعينه طبعاً لكن كون تأثر جزء من المخ نتيجة جلطة والراجل لسه ما تعفاش الحقيقة ممكن بسهولة جداً فعلاً يخليني أنا كناخب عادي أشك في قدرات الراجل ده أنه يقدر يمثل يعني مش هقول بقى أن أنا هشك أن راجل ده جات له جلطة ده مغاية ممكن تجيله واحدة تانية لا مش هفكر في دي هيبقى ماشي على علاج والدين هتمشي كويس بس هبقى شاكك برضو في قدراته العقلية إذا كنتم بتدفعوا عن الأعاقة دي وبتسفهوا منها فممكن لما يكونوا عندوا أعاقة تانية ما تقولوا لناش عليها أو تسفهوا منها تاني فأنا كناخب هجيبوا وراء وأن حقيقة شاف إن ده خطأ مش بس من جون فيترمن بل ومن مؤسسة الحزب الديمقراطي ذات نفسها ليه؟ عشان يعني يا جماعة حتى لو خطبكو ده إنكو بتخوفوا الناس أو بتحسزهم بتنقنيب الضمير فمعلش يعني النخب العادي لا هيشوك وهيرجع وراء وإنتوا كده ممكن تكونوا بترهنوا بكرت محروق طب ليه الراجل لسه جات له جلطة دماغية طب ما يريح شوية ويتعافى وإنتوا تشوفوا اختيار تاني يعني هو ينسحب من الحملة وإنتوا تختاروا حد تاني يعني برضو بالمنطق يعني مينفعش إن انت عشان عندك مرشح حطت كل كروتك عليه عاوز تكبر الناس إنها تنتخبوا عبر تقنيب دمرهم بالخطاب ده اللي هو خطاب الpolitical correctness ده شيء مش منطقي ده شيء مش صحيح مش كويس وخلي بالك في كل الموضوع ده أنا بحاول أتكلم بحيادية قدر الإمكان يعني جون فيترمن يعني جون فيترمن شخص غير محصوص حظه سيء إن جات له الجلطة يدوب قبل الانتخابات يعني لو جات له بعد الانتخابات كان ممكن مثلا ياخد أجازة أو الناس يتحلق نفسها في الوضع ده فيستحملوه إنه هو جاي في وضع صعب والوضع ده مش هيأثر عليه هو بس بل هيأثر على الحزب بتاعه كله ولو جه واحد زي ما متقصفة من الحزب الجمهوري فده هيأثر على حزوز الحزب الديمقراطي كله في إن هو يحافظ مثلا على مجلس الشيوخ فيه حاجة صعبة بس المفروض إن يكون فيه يعني نوع من الجرأة على اتخاذ القرار يعني مينفعش ناس جوه الحزب الديمقراطي أو جوه المؤسسة الديمقراطية عشان مكسوفين أو عشان الخطاب البروتكلي كوريكت ده يخله جون في ترمان يكمل لا المفروض إن هو يعتذر مثلا لكن زي ما بقول كده الأمور مش بالسهولة دي عشان الخطاب السائد أو ما يطلق عليه بالصوابية السياسية اللي المجتمع بيشوفه صح موجود في كل حتة في العالم وموجود عندنا احنا يعني مثلا مشهور إن أي حد عندنا مصلح سواء سياسي أو ديني أو ثقافي لازم يجي يكلم الناس بالخطاب اللي ما يستفزهمش يعني مينفعش انت حد جاي مثلا بتقدم حركة ثقافية جديدة وعاوز تنتقد الأدب الأديم أو الأجيال الأديمة وتيجي تقرب من قامة كبيرة زي نجيب محفوظ الناس تأكلك يعني حتى لو أزواء الناس اختلفت وكل الناس بطالت تقرأ لنجيب محفوظ اوع حسك عينك تتكلم عنه أو تعطرد على الأدب بتاعه مش مسموحك أو ان انت بتتكلم مثلا في تاريخ مصر وتيجي مثلا تنتقد في محمد علي أو سعد زغلول لا تقربش مقامات دي ليه؟ عشان الصوابية السياسية أو الثقافية أو حتى الدينية ما تسمح لكش بكده يعني ما ينفعش ان انت تنتقد في رموز الإسلامي الكبير لا غير ما أسموح لك ليه؟ عشان الصوابية بقى مش السياسية الدينية والثقافية وكله يعني فيه سرد لما تيجي تتكلمه لازم تاخد بالك ان انت ما تجرحش فيه السياق اللي الناس متعودة عليه وده شيء مفروض يكون مفهوم يعني حتى الناس اللي بتعترض عليه لازم تكون فاهماه هو طبعا واخدينه كنوع من السخرية برة ومن الاعتراض لكن دايما بيكون فيه جزء صح وجزء قابل للتغيير يعني حتى لما تيجي تغير من المجتمع ما ينفعش انك تهد كل ثوابته لا تناقشها بنوع من الهدوء ومن الأدب ومن احترام ثقافة الناس اللي انت جاي تكلمها ما تعدش ايه تعيش في دور الثورة في كل حاجة يعني اللي هو ايه لا لازم نهدم كل الأفكار دي وكل القيم اللي كان مبنى عليها الفكرة القديمة لا انت لازم تدخل تتعامل بنفس الحوار بتاعه مش بس عشان انت شايفه ان حد قليل وانت بتضحك عليه وبتبليفه لا عشان انت تتفهم نظرته لنفسه والمجتمعه والتاريخه انت ذات نفسك تكبر بكده تقدر تفهمه كشخص وتقدر توصله الرسالة اللي انت عوزها وممكن انت وانت بتفهمه تلاقي نفسك بتغير من الرسالة دي ممكن تلاقي عنده جزء صح جزء غلط فتلاقي نفسك بتعدل في السردية وفي الطريقة اللي انت بتعرض بيها أفكارك دي بس ده كل عندي النهاردة كالعادة احب اسمع ارأكم ومقترحتكم ولو في اي تصحيحات لأي محتوى في الحلقة ياريت اللايك والشير والسبسكرايب لقناة اليوتيوب والريفيوهات على منصات البودكاست المختلفة الحمد لله عملنا حلقة على الكلاب هاوس لقاء والحمد لله كان ناجح بضريقة معقولة ان شاء الله بفكر ان بعد كل حلقة هنقدمها على البودكاست نعمل برضو لقاء تاني يوم حاول اعمل عنه تونويه نعمله على الكلاب هاوس هكونوا منتظركم اسمع ارأكم ولوليكم اي تعليقات على محتوى الحلقة نهيك ان احنا ان شاء الله نحاول نعمل لقاءات تانية دورية او غير دورية نتكلم فيها في مواضيع مختلفة زي مناقشات الكتب او الاعمال الفنية اللي ليها قيمة شكرا وشوفكم على خير الحلقة الجاي مع السلامة